نشرت مجلة هارفورد ريفيو في دراسة لها أن 90% من المدراء يصنفون موظفيهم إلى من يعتمد عليهم ومن لا يعتمد عليهم واعتبرت الدراسة أن هذا التصرف من الأسباب الرئيسية للإعداد لمتلازمة الفشل باعتبار أن قدرة الإنسان على استشعار التحفيز من قبل مرؤوسه في العمل يقابلها أيضا قدرة لإعداده للفشل وبممارسات مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على الموظف وعلى أدائه واحتمالية فشله بالمهمة الموكلة لها بشكل كبير فما هي هذه المتلازمة؟ متلازمة الإعداد للفشل وما هي الممارسات التي قد تؤدي لوقوع الموظف فعليا بالفشل وهل ممكن أن يدفع المسؤول موظفه إلى الفشل فعليا؟ كلها أسئلة مطروحة لمعرفة حدود التأثر والتأثير الإيجابي والسلبي في العلاقة بين الموظف والمسؤول يعد اليوم رامي دولي مدرب المهرأة الحياتية سيساعدنا في تشغيل هذه الحالة وهذه المتلازمة لكن هل من الممكن بداية تجنب ما يعيه الكثيرين من هذا الموضوع؟ سنعرف من خلال التقرير التالي غد النظر بأن مواطن كسلان قي قد سعاد دوام أني مثلا مش فرق معه وكده كده راح يأخذ راتب أخر الشهر فبتفرق معه كيف ما أخذ كيف ما اشتغل فخلص بديه عدي يوم وخلص إنما أنا لما مثلا بيجي المدير تابعي بيجي رباله عليه بيقول والله هذا الموظف كثير بهتمي في حالي كمنظر كشخص كأسلوب مع الزباين أن الموظف المجتهد وغير المجتهد أيضا نفس الراتب ونفس المعاملة إضافة إلى ذلك المعرف الشخصي ما بين المسؤول والموظفين بميز بينهم فيه تحيز مئة في المئة يعني ما فيه كلام كان فيه حوافز ما راح يطور من حاله أبدا أما إذا كان يحب الشغل راح يطور من حاله دائما يعني بس سيهايو كان فيه اختلاف بالتعامل أكيد ما راح يجب الوضع للموظف حقيقة فيه عدة أسباب الأولى أنه معظم المؤسسات أو الشركات ما بتتيح دورات أو ما بتعمل على عمل دورات بشكل خلينا نحكي روتيني لتطوير قدرات الموظفين عندهم ثانيا ساعات العمل الطويلة والإضافية عادة بالنسبة للموظفين في الأردن تمنعهم من أنهم يبادروا أنهم يخرجوا ليأخذوا دورات في أماكن تانية ويحاولوا يطوروا حالهم أو مثلا يدرس ويأخذ شهادة أفضل ممكن هو ضعف في إدارة الشركة أو المؤسسة اللي بيشتغل فيها ممكن ما فيه أنه إمكانيات يعطوه تدريب المناسب أنه يتطور أنه يعدي أداء أحسن بشكل أفضل ممكن ضعف في قدراته هو ممكن ضعف بشخصيته الموظف الضعيف ممكن لأنه ما عنده أول إشي طموح بيظلوا قاعد أنا حظني محلي ما حدا بيساعدني ما حدا بيمسك في إيده وبيطلعه ما عندنا مثلا مبادرات أنه نساعد الشباب يعني دائما ممكن هم الأقل حظا فبيظلهم مكانهم ما عندهم وسطات ما عندهم حدا يساندهم فبيظلهم مكانهم وعرفي كيف الواحد لما بيظلهم محبط بيظل الأشياء السلبية كلها وراء بعض تيجي رامي دولي سيجيب عن كل هذه الملاحظات والآراء أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يعني بداية من الواضح أن متلازمة الإعداد للفشل كمصطلح هو مصطلح غير مفهوم إلى الآن ففينا نحكي إصطلاحا ماذا يتعني هذه المتلازمة ولماذا سميت بمتلازمة أصلاح متلازمة لأنها لها عناصر بتكونها ولما تتكون هاي العناصر بتأدي للنتيجة طبعا الفشل هاي العناصر كليتها مجموعة إذا بدنا نختصر الموضوع هو المحيط المحيط المحفز وجوده أو عدم وجوده فالمحيط طبعنا هل هو محفز للإبداع ولا المحيط طبعنا هل هو محفز لعدم الإبداع أو لعدم الإنتاج فالمتلازمة هاي بتطلع على المحيط المشهور عنها إنها بتطلع على المدير بس هي حقيقة المتلازمة هاي تخص أكتر من عنصر بما فيهم المدير جوه 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 العمل طيب خلينا نحكي بداية أنه نفس مناخ العمل أو نفس مكان العمل نفس المحيط بكل هاي الأجواء والعناصر ممكن يكون فيه شخص فيها محفز وشخص فيها أصابته هذه المتلازمة فما هو الفارق بالنهاية هل هو المناخ بالدرجة الأولى ولا هل هي العلاقات ومن المؤثر الأكبر فيها العلاقات بشكل عام هي من أكتر من عنصر ما منقدر نتطلع على عنصر إنه هو مؤثر فقط أو متأثر فقط فالعلاقة ديناميكية ما بين الشخص ومحيطه أو بين الشخص والشخص الآخر فعندنا القدرة نكون مؤثرين وبنقدر نتأثر فبالتالي اليوم إحنا ونحكي على المتلازمة عم نحكي على المحيط ومدى تأثرنا فيها بس للإجابة على السؤال الثاني هل ممكن إحنا نأثر بالمحيط؟ الإجابة نعم وهذا بيصير القرار الشخصي لكل شخص أو كل موظف إنه يتأثر بهذا المحيط الغير محفز أو اللي عم بدفشه لعدم الإنجاز أو لعدم إنجاز المهام الموكلة إله بالطريقة المناسبة هذا قرار شخصي بالتالي بيصير هل ممكن أنه نجتازه؟ نعم ممكن أنه نجتازه جميل خلينا نحكي بداية قبل ما نشوف كيف منه نجتازه شو هي الممارسات؟ ممكن نعطي أمثلة حتى نقول هذا هي متلازمة الإعداد للفشل بداية نتطلع قليلا ناخدها بشكل بسيط شخص فات على جو عمل من جديد قوكلت له أول مهمة هلأ هو وجديد ما زبط ما عمل المهمة المطلوبة منه بالشكل المناسب أو بالشكل المطلوب منه لما نحكي بالشكل المطلوب منه أو بالشكل المتوقع هلأ هذول الكلمات بنسميهم بالإنجليزي تريكي خد داعين بمعنى هل كان المهمة الموكلة لإله هل كانت فعلا واضحة ولا كانت غامضة لأن الموظف الجديد مش رح يقدر يسأل كتير لأنه بخافي نفهم غلط فإذا ما نعطى المهمة واضحة وهي من أهم أساسيات الإدارة إنه لو بدك تعطي مهمة بدك تعطيها واضحة ومفهومة فهل نعطى واضحة ومفهومة؟ واحد إذا ما نعطى مفهومة هل الموظف أخذها على عدم فهمها وأفتى من عنده يكمل الموضوع وبالتالي إذا أخذها مش مفهومة وكمل هون الخطر عم بتم قاعد هاي أول طريقة الطريقة الثانية إذا أخذها واضحة وصلته وبرضه ما عمل المنجز مثلا لعدم فهمه للجو العام لشغل لأنه لسه جديد للألية بالضبط أو أخذت منه وقت أطول كل هدول عم بقدوا أنه ناخد عن هذا الشخص إن كان ببدايته أولى قدام أو مر بمرحلة صعبة أو كل هاي الظروف أنه إحنا بناخد انطباع عن هذا الشخص صحيح هذا الانطباع اللي بناخده يا سلبي يا إيجابي إذا أخذنا إيجابي وإحنا كأشخاص مكونين من مفهوم العيون اللي حوالينا إذا عيون الناس اللي حوالينا مطلعان لفوق فإحنا الثقة تبعتنا عالية إذا عيون الناس اللي حوالينا مهبطانة فإحنا بتحسين هيك كتافنا صغار ودائما ماشيين بطريقة إنه مش حاسين بثقة بحالنا فإحنا تكوين الصورة تبعتنا تكوين من عدة الصور اللي مأخودة عننا يعني هي معكاس لما يرانا الآخرين بالضبط فبنتأثر فيه جميل يعني معناته إحنا هون بدنا نفوت لفكرة تأثر هذا الموظف اللي خوفه من الفشل أو خوفه من عدم تحقيق النتيجة المطلوبة رح تدخله كضحية أولى لهذه المتلازمة بالمقابل هناك أيضا القائد أو المدير الحريص هل من المفروض خلينا نقول إنه يكون المدير حريص على نجاح الموظف ولا اختباره ولا تعقيد الأمور أمامه عشان يعرف قدراته ما هو المطلوب من المدير وهل هو مسؤول فعليا إذا أدخل الموظف في هذه المتلازمة أكثر شخص مؤثر بالمحيط هو الشخص ذو السلطة اللي عنده السلطة هلأ السلطة مقسومة لا السلطة ممنوحة أو سلطة مأخوذة بمعنى السلطة الممنوحة هي مدير أما السلطة المأخوذة فهو القائد بمعنى فيه موظف كارزمة تبعته عالية يعني هو هيك والناس بتطلع عليه يحب الثقة والقدرة والناس بهمهم رأيه وبالتالي هدول الشخصيتين أو هدول النموذجين من الأشخاص فعلا إلهم تأثير على هذا المحيط وإلهم القدرة على السيطرة عليه وفيه تدرج بعملية المهام فيه رؤية لعملية المواهب الموجودة ورؤية للقدرات الموجودة في الوقت الحالي وعملية تطويرها ففعلا الشخص ذو السلطة أو اللي عنده كارزمة عنده التأثير الكبير اللي نقدر نتفاذى هذا الموضوع أو يأزمه أكتر موضوع المتلازمة هل لها تفسير مثلا أنه الخطأ مثلا أو الفشل أو الصورة أو الانطباع عن الفشل زي الدومينو يعني أول فشل يلحق الكثير من الأخطاء أو مهمات فاشلة أكثر لماذا برأيك؟ أي موضوع ممكن يعمل عملية الأفاكت بعد كرة التلش اللي تكبر وفعلا إنلاقي وفيه كثير أمثلة عليها حتى بيومنا العادي هل هو نفسي ولا عملي فعليا؟ لا هو نفسي لأنه وعندنا القدرة أنه نكسر الدائرة تبعتها بكل سهولة وتيجي من الشخص نفسه يعني إذا صحيح قلنا أنه التأثير الكبير من اللي عنده سلطة أو اللي عنده كارزمة بس الكسرة الدائرة هاي أو عدم كبر الكرة التلج بالأساس بقدر الشخص نفسه أنه يكسرها وهون بقدر يغير الانطباع اللي موجود دي معنى ولكن أحيانا ممكن يكون هذا الموضوع صعب بسبب أنه أحيانا عدم الإحساس بالثقة أنه هذا المدير غير واثق بهذا الموضف فهو بحس الموظف بهذا الموضوع فبيدخل في تفاصيل كثير فبصير هو عنده عائق إتمام المهمة بطريقته عشان يضمن نجاحها خلينا نحكي شو النصائح الممكن نقدمها لهذا الشخص الذي يعاني مثلا من مدير عنده هاي الطريقة وأيضا شو نصيحتك للمدراء اللي ممكن أنه هم يتفادوا أن يوقع موظفيهم بمتلازمة الإعداد للفشل نبدأ من المدير ضروري من المدير أنه يفهم نجاح موظفينه أنه من نجاحه يعني هذا إشي كتير مهم وكلما كان عنده ضمن الدائرة تبعته موظفين قدراتهم عالية كلما هو عالية القدرات تبعت الدائرة تبعته فبالتالي من أهم مهمه أنه تعالية القدرات تبعت الموظفين بالدائرة تبعته فمجرد معينه صارت هناك فبيقدر يسير يشوف القدرات يوظفها بمكانها المناسب ويعرف إيش هي القدرات اللي بيطورها وهي فعلا من مهم المدير كتير مهم القائد فعليا بالضبط وخلينا نحكي بديش أقول قائد هلأ بهاي المرحلة من مهام المدير عملية تطوير القدرات هي من مهام المدير القائد مية بالمية بتكون طبيعية يعني ليس خيار بتكون طبيعية جواته على الشق الثاني الموظف ما بدوش يعتمد هذا الاعتماد أنه المحيط غير محفز هم مش معطيني فرصة أنا ما عنديش مجال وأقعد إذا بدك تعطي انطباع وإذا بدك تعمل إنجاز فهذا من عندك من داخلك وبدك تعمله مش عشان حدا تاني بدك تعمله لأنه هذا شغلك لأنه هذا مستقبلك لأنه هذا لإلك إذا قدرنا نعمل التنتين مع بعض فطلعت المتلازمة وبطل إلها وجود أساسا نعم صحيح مدام وقعت في هذا الفخد تعمل جهد مضاعف بمية بالمية رامو الدولة شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لأيكم أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة